السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الآن سوف نرى معادلة الأبعاد في درس الأغسي إذن درس الأغسي كيفما تعرفوا بالقينا بأن طو كتساولين أغ في السي والسؤال يقول لك يستنتج بعد طو أو لا يستنتج الوحدة ديال طو بمعناك يجب تقدير ما يسمى بمعادلة معادلة الأبعاد هذه المعادلة الأبعاد كيفما تعرفها؟ وهي ستتعاود بمعناك كان في الدرس هذا وكان في الدرس المواليد وكان في الدرس الأغسي وكان في الدرس الأغسي غير ما تكون طو سوف نرى بنسبة طو في الدرس هذا لدينا نفعل البعد ديال طو يساوي البعد ديال الأغ في البعد ديال السي مزيلا سوف نذهب بدو البعد ديال الأغ كيفما تعرفون؟ أنه قانون أوم قانون أوم قانون أوم يقولنا بأن بمعنا تساوي أغ بمعناك 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 إلا بمعناك إلا بغنا نلقى البعد ديال السي البعد ديال السي يساوي هو البعد ديال ا هاد التي ستطلع على الفوق ستقول لي البعد ديال ا قلناك في البعد ديال تي و هاد او اللي كينا هنالفوق سننزل لتحت على البعد ديال ديال او إلا بشينا عوضنا دابة في المعادلة اللي كينا الفوق عوضنا اغ بتعبير ديالها و ستبتعبير دياله اغلقوا بأن البعد ديال تي يساوي هنا عنا اغ إذا غنعوضوها بتعبير دياله اللي هو البعد ديال او على البعد ديال اي في البعد ديال السي بالنسبة للبعد ديال السي هو البعد ديال اي في البعد ديال تي على البعد ديال او كيف ما كتلاحظو غنختاز لغ بي مع او وإي مع إي ستبقى طو عند هالبعد الزمن وهنا سنقول بأنه إذن طو إذن طو لها بعد زمني ووحدتها الثانية